نشرة الأخبار من الميادين السلام عليكم وإلى عنوينها تنديد مصري ودولي واسع بقتل داعش 21 عاملا مصريا في ليبيا والسيسي يتوعد بالرد سيها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب مجلس الأمن يتبنى قرارا يدعو أنصار الله إلى الانسحاب من مؤسسات الدولة والليجان الشعبية الجنوبية تسيطر على مبانا رسمية في عدن إصابات في مواجهات بين المتظاهرين كرد والشرطة التركية في الذكرى السادس عشرة لاعتقال أجلا قال رئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن مصر تحتفظ بحق الرد بعدما قتل تنظيم داعش 21 مصريا في ليبيا وفي كلمة وجهها إلى الشعب المصري شدد السيسي على ضرورة الاستفاف معا من أجل مواجهة الإرهاب معلنا للحدادة سبعة أيام إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة والمجرمين المتجردين من أبسط قيم الإنسانية ولقد دعوت مجلس الدفاع الوطني للإنعقاد فورا وبشكل دائم لمتابعة تطورات الموقف والتباحث حول القرارات والإجراءات المقرر اتخاذها المجدر الجديد لداعش أثارت موجة تنديد واسعة حيث دانت واشنطن ما سمتها الجريمة الدنيئة والجبانة فيما وصفتها لندن بالعمل البربري من جهتها أكدت الكنيسة المصرية فقتها بأن دولة مصرية ستجلب الضالعين في الجريمة إلى العقاب فيما أكد الأزهر أن الجريمة البربرية لا تمت بصلة إلى أي دين من الأديان وكان فرع داعش في ليبيا قد بث شريطا مصورا يظهر فيه ذبح 21 عاملا مصريا الضحايا كانوا قد اختطفوا على دفعتين حيث اختطف التنظيم 13 عاملا في يناير كانون الثاني الماضي في سرط فيما اختطف ثمانية آخرين نهاية ديسمبر كانون الأول الماضي تنظيم داعش يتقدم في ليبيا ويتراجع في سوريا والعراق ومنبر أبو بكر البغددي بات يهتز الحشود العراقية والقوات الكردية على أطراف الموصل فيما يشهد التنظيم حال انهيار من الداخل عمر كايد خريطة داعش تتقلص في سوريا والعراق انسحب مؤخرا من عين العرب في سوريا محافظة نينوى تترنح بعد خسارته في الأشهر الماضية منطقتين مهمتين هما زمار وسنجار ووصول القوات الكردية والحكومية إلى بعد 40 كم من الموصل المركز المحافظة لكن المعلومات الواردة تشير إلى ما هو أخطر من ذلك فالخلافات داخل التنظيم تتوسع وبوادر تشي بوجود حالة تفكك في البنية الداخلية في الشهرين الماضيين قتلت تحالف قيادات مهمة في الموصل أبرزها وزير الصناع العسكرية داخل التنظيم ووالي الموصل رضوان الحمدوني إضافة إلى رفع المشهدان وشهاب اللهيبي كما تمكنت قوات التحالف من قتل أبو طالوت الشخص الذي عين خليفة للوالي السابق في الموصل هذه الضربات الموجة أثارت هواجس داخلية كبيرة من حجم الاختراقات في البنية القيادية للتنظيم وخصوصا بين القيادات العربية والقيادات المحلية تطور الأمر إلى اشتباكات مسلحة وتصفيات متبادلة أقدم الجناح العربية على قتل أحد القادة العراقيين ويدعى اسماعيل الخاتوني غرب الموصل بعد اتهامه بالانتماء إلى حزب البعث وتسريب معلومات إلى التحالف هذه الخلافات تشي بتصدع كبير قد يحدث في جسم التنظيم وخصوصا بعد تنامي مشاعر القلق تجاه قيادات داعش التي كانت سابقا في حزب البعث الوقاع المتتالية تشير إلى أن هذا الجناح قد يلجأ إلى تنفيذ خطوة استباقية قبل أن يبدأ القادة العرب باستهدافه وتصفيته ومن المعلومات المؤكدة أيضا أن كثيرا من المقاتلين العرب بدأوا بالسفر إلى الرقم عوائلهم هذه الخلافات عكست أيضا على الحاضنة الشعبية خلال الأسابيع الماضية بدأت تظهر شعارات على الجدران تتوعد بالاقتصاص من التنظيم وتصفه بالخارجي واللاإسلامي كما شهدت مدينة الموصل اشتباكات محدودة وعمليات قنص واغتيال لبعض كوادر داعش التصدع التنظيمي انعكس أيضا على خزينة الدولة الأمر الذي دفع التنظيم إلى فرض المزيد من الضرائب وإرسال كتب إلى جميع المناطق تطالب بإخلاء البيوت وسلب محتوياتها ونقلها إلى الموصل لبيعها في الأسواق وتحويل هذه المبالغ إلى خزينة التنظيم أما الإجراءات العسكرية فتظهر مدى الخسائر التي تكبدها داعش فالتنظيم مثلا أصدر قرارا في الرابع والعشرين من شهر كانون الأول يناير بصحب خمسين في المئة من جميع دواوين الحسبة والمال والاقتصاد والتعليم وإرسالها إلى جبهة القتال مصادر مطلع ذكرت أن كثيرا من هؤلاء الأشخاص فروا إلى أماكن مجهولة جرائم داعش في ليبيا تأتي على وقع تراجعه في سوريا والعراق حيث أحبط الأمن العراقي والحجد الشعبي هجوما لمسلحي تنظيم على سد العظيم شمال بعقوبة فيما أغلقت الأجهزة الأمنية طريق بغداد ديالة الرئيسي من جهة ثانية وبعد استعادة السيطرة على مدينة البغداد بدأت القوات الأمنية مدعومة بمقاتلي العشائر حملة أمنية لاستعادة السيطرة على منطقة الخسفة القريبة من قضاء حديثة غرب الأنبار وفي سوريا فدى مراسل الميادين بالسقوط شهداء وجرح بسبب استهداف الجماعات المسلحة الأحياء السكنية في منطقة المشارقة والحمدانية داخل حلب بقذائف الهاون في المقابل قصفت الطائرات السورية المسلحين في الخطوط الغربية لجمعية الزهراء والتي تشهد اشتباكات عنيفة منذ عدة ساعات المعلومات أكدت سقوط قتلى في صفوف المسلحين بعد استهداف الطائرات الحربية مقار الجماعات المسلحة في محيط بلدة حندرات دعا مجلس الأمن الدولي في قرار صدر بالإجماع حركة أنصار الله اليمنية إلى الانسحاب من المؤسسات الحكومية والانخراط في الحوار الجاد للخروج من الأزمة القرار الذي لم يصدر تحت البند السابع كما دعا مجلس التعاون الخليجي ندد بتوسع سيطرة تنظيم القاعدة ودعا إلى الأحجام عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إذكاء الصراع في البلاد بالإجماع تبنى مجلس الأمن الدولي القرارة 2201 وفيه أعرب عن الاستياء من سيطرة أنصار الله على صنعاء وطلب خروج التنظيم منها والإفراج الفوري عن رئيسي الجمهورية والحكومة مجلس الأمن مستاؤل من محاولات الحوثيين السيطرة على المؤسسات وحل البرلمان بالقوة القرار الذي صدر تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة حث الجميع لا سيما أنصار الله على العودة إلى طاولة الحوار وفق اتفاق السلم والشراكة لكنه جاء دون القرار 1140 الذي هدد بمزيد من العقوبات على المخالفين تراجع فرضته الظروف لا يمكن أن ننتظر أيام أخرى يعني كان هناك ضرورة لاعتماد القرار اليوم تلبية لنداءات العواصم الخليجية وطبعا أشقائنا في اليمن أسقطت عبارة انقلاب من القرار فأنصار الله سيبقون طرفا رئيسيا في أي نظام جديد كانوا قد فرضوا عقوبات على الحثيين وعلى علي عبدالله صالح ولم يؤثر ذلك على ما يجري لذلك لا أرى أي تأثير لهذا القرار كان واضحا أن أعضاء مجلس الأمن الدولي يغلبون خطر القاعدة على ما عداه لا سيما أنهم هددوا باتخاذ إجراءات أخرى بحق الدول أو الأفراد الذين يساعدون هذا التنظيم على أرض اليمن نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين ميدانيا وفي سياق موازن قلل ناطق باسم أنصار الله محمد عبدالسلام من تأثير بيان دول مجلس التعاون الخليجي الذي دعا إلى قرار تحت البند السابع عقب اجتماع الرياض الأخير وأكد أن مواقف بعض هذه الدول نابعة من البحث عن مصالحها السياسية مشيرا إلى أن اليمنيين في سبيلهم إلى تقرير المصير بعيدا عن التدخلات الخارجية أحمد عبدالرحمن اتجاه إلى إرباك الوضع في اليمن هكذا رأى البعض ما خرج به الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والذي دعا إلى استصدار قرار أممي تحت الفصل السابع وفيما التزمت القوى الرئيسية اليمنية الصمت حيال ما تضمنه البيان وصفه أنصار الله بغير المفاجئ وإن تضمن مواقف متشنجة لا مبررة لها على حد تعبيرهم نحن نرى أن التخاذ مثل هذه القطوة هو شيء طبيعي لأن هذه الدول كانت تتحرك ضد مصالح اليمن الضغوط الخارجية على أنصار الله لم ولن تتوقف عند إغلاق السفارات والبيانات الحادة كما يرى متابعون للشأن اليمني واصفين التحركات الخليجية بالتدخل الهادف إلى إثارة الوضع ولا سيما بعد خروجه عن السيطرة بالنسبة لهم آخرون أرجعوها إلى حجم المخاوف التي تنتاب هذه الدول المجلس التعاون الخليجي تشعر الآن بتخوفات كثيرة وخاصة المملكة العربية السعودية من السعود المستمر لجماعة الحوتي الذي يحصل الآن داخل اليمن وفيما تستمر المواقف الخارجية الحادة تجاه الإعلان الدستوري في ظل انقسام واضح في مواقف الدول الكبرى يواصل المبعوث الأممي جمال بن عمر جهوده في تقريب وجهة النظر بين أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام للوصول إلى اتفاق على تشكيل مجلس تشريعي يقوم بصلاحيات مجلس النواب وهي نقطة الخلاف التي عرقلت النقاشات خلال اليومين الماضيين الضغوط الإقليمية والدولية المتصاعدة كما يقول مراكبون لن تعرقل المشاورات السياسية فحسب بل قد تعيدها إلى نقطة الصفر التي كانت قد تجاوزتها قبل أيام ولا سيما في ظل مراهنة بعض القوى على هذه المواقف التي ترى فيها بصورة أو بأخرى دعما لها في هذه المشاورات أحمد عبد الرحمن صنع الميادين ميدانيا سيطر مسلحون من اللجان الشعبية الجنوبية على مباني الرسمية عدة في عدن بينها مبنى الاستخبارات ومبنى تليفزيون عدن في مديرية التواهي المئات من مسلحي اللجان الشعبية انتشروا في عدد من مديريات محافظة عدن قال شهود عيان للميادين أن معارك عنيفة نشبت بين اللجان وقوات الأمن المركزي بعدما اقتحم جنود من الأمن معسكرا تتمركز فيه اللجان الشعبية في حي خور مكسر ما أدى إلى مقتل عنصر من اللجان وإصابة ثلاثة بجروح تقام اليوم مراسم التسليم والتسلم لقيادة الجيش الإسرائي بين رئيس الأركان المنتهي ولايته بني جينتس وخلفه نائبه السابق قادي أيزنكوت في مقر هيئة الأركان العامة في تل أبيب ليصبح الرئيس الحادي والعشرين لأركان الجيش الإسرائي رئيس الوزراء بن يمين نتنياه سيقلد اليوم أيزنكوت ردبة فريق إذانا بتسلمه مهمته التغيير في رئاسة الأركان الإسرائيلية يأتي على وقع القلق المتزايد على الجبهة الشمالية قلق لا يتوقف عند حدود فتح الجيش السوري والمقاومة الجبهة الجنوبية ضد الجماعات المسلحة بل يتعظم مع إسقاط المقاومة قواعد الاشتباك السابقة التي كانت سائدة مع الاحتلال حسن عبد الله الجبهة التي باتت واسعة ومفتوحة تعني بالنسبة إلى حكومة بن يمين نتنياه المزيد من الحذر من أن عناصر حزب الله يدخلون إلى جنوب سوريا واحتمال انتشار آلاف المقاتلين نتنياه قال ذلك قبل أيام في لقاء وداعي مع رئيس أركان الجيش بني جانس معتبرا أن هناك خطة تستهدف تطويق إسرائيل لخنقها من عدة اتجاهات هذه المخاوف الإسرائيلية تتفاقم مع توسع الإنجازات التي يحققها الجيش السوري وحلفائه في منطقة الجولان وتسجيل انهيارات متتالية لمشروع الشريط الأمني الذي كان يوفره مسلحوء النصر وغيرهم من مجموعة مسلحة في تقرير ليدعوت أحرانوت باتت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بعد تغييرات الاستراتيجية في منطقة القنيطرة السورية باتت على قناعة بأن حزب الله أصبح محررا من ضغوط اللبنانيين وغير مقيد لجهة خياراته الهجومية ضد إسرائيل وبالتالي على الجيش أن يبلور سياسات تحدد قواعد جديدة في الساحة الشمالية ومن تلك القواعد رصد أي أنفاس وراء الجبهة قد تمثل تهديدا بحسب أحد القادة العسكريين في الجيش الإسرائيلي إلا أن الرسالة التي حملتها الطائرة من دون طيار في دخولها وخروجها من أجواء فلسطين المحتلة كانت كافية لإسقاط الاحتياطات الإسرائيلية ومفاقمة الهواجس الواضح أن على الإسرائيليين ليس فقط الإنسطة إلى باطن الأرض على الجبهة الشمالية حيث الخشية من أنفاق مليئة بالمقاومين فالطائرة من دون طيار التي اخترقت إجراءات الأمن المشددة ستدفع رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد جادي إزينكوت إلى البحث عن توصيف جديد لساحة المواجهة التي قال عنها قبل أيام إنها ساحة مركبة ومليئة بالتهديدات المتغيرة ديناميكيا في كل يوم أفادت القناة الإسرائيلية الثانية بأن الإدارة الأمريكية قررت إجراءات عقابية ضد إسرائيل على خلفية الخطابة الذي يزمع بن يمين تنياهو إلقاءه أمام الكونغرس وتضمنت الإجراءات العقابية توقف الولايات المتحدة عن اطلاع إسرائيل على مضمون المفاوضات مع إيران خوفا من استخدامها سياسيا داخل إسرائيل كذلك تضمنت قطع رئيسة مجلس الأمن القومي الأمريكي سوزن رايس اتصالاتها مع نظرها الإسرائيلي يوسي كوهين لأن إسرائيل حولت مسألة أمنية دولية إلى موضوع سياسي داخلي أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية قرارا بحبس زكي بن رشيد نائب المراقب العام لجماعة الأخوان المسلمين سنة ونصف سنة مع الأشغال الشاقة بعد محاكمته بتهمة تعكير سفو العلاقات مع دولة شقيقة وهي الإمارات وكان بن رشيد قد وجه التهم إلى دولة الإمارات في أعقاب إدراجها جماعة الأخوان المسلمين على قائمة الإرهاب التفاصيل في سياق هذا التقرير لمراسلنا معتز القيسية هو يوم أسود في تاريخ الأردن والديمقراطية هكذا تقول قيادات جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بعد الحكم على زكي بن رشيد نائب مراقبها العام لعام ونصف العام مع الأشغال الشاقة القضية السياسية بامتياز وهذا الحكم أعتبره حكم سياسي واستهداف سياسي لشخص الأستاذ زكي بن رشيد والحركة الإسلامية والشباب الأردني الحر وكل نظام باعتداء الحريات وحقوق المواطنين ويكبر الأفواة هذه عنظمة لا يمكن أن تبغى ويكتب لها النجاح في ظل هذه المعطيات وستكون ردة الفعل عنيفة جدا في الشهر الأردني قرار بحبس من يوصف بالعدو الأبرز للمؤسسة الأمنية التي من فك ينتقدها وبحسب المحللين سيزيد العلاقة تأزما بين الدولة والجماعة من جهة وداخل الجماعة نفسها من جهة أخرى فبالأمس أقدم مجلس شورى الجماعة على فصل عشرة من أبرز قادة تيار الحمائم لإدانتهم بالتواصل مع الحكومة من أجل إعادة ترخيص جماعة الإخوان وتصويب وضعها عوضا عن إنشاء حزب يحمل اسم جماعة الإخوان المسلمين الأردنية لا أتوقع حقيقة أن تحدث فرق إضافي في طبيعة مستقبل الأخوان أو شكل الهيكل التنظيمي للأخوان وأيضا شكل أداء السياسي للأخوان وبالتالي هي تجربة أعتقد أن حالة تضاف إلى حالات سابقة لن تنتهي بالأخوان إلى إنشاء حقيقي وإنما أنا أعتقد أنه جزء من إشغالهم بمشاكل داخلية أكثر ما إشغالهم بصراحهم مع الحكومة ومع الدولة في توجهات السياسية ضبابية في المشهد السياسي إذن خصوصا مع تحفظ كثيرين من المراقبين على عدم الإفراج عن بن رشيد بعد إفراج الدولة عن منظر التيار السلفي أبو محمد المقدسي لكن قرار المحكمة قابل للتمييز وهو ما يدعو للتساؤل إن كان مطبخ القرار السياسي سيتسم بالعقلانية أم أنه سيدفع نحو مزيد من التأزيم لم يأتي قرار محكمة أمن الدولة كما أراد العقلاء في الأردن لرسم حالة من الالتفاف حول مصلحة الوطن خصوصا بعد استشهاد الطيار معاد الكساسبة فقرار المحكمة بحبس بن رشيد وبحسب المراقبين يعني أن الدولة لا تزال تعتمد مبدأ الإقصائية مع كل من يخالفها محتز القيسية عمان الميادين أصيب عشرات المحتجين الكرد في اشتباكات عنيفة مع الشرطة التركية في الذكرى السادسة عشرة لاعتقال الزعيم الكردي عبدالله أجلان الشرطة استخدمت قنابل الغاز لتفريق المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع في محافظات شرق البلاد للمطالبة بالإفراج عن أجلان هذا وأغلقت المحال التجارية في عدد من القرى والبلدات التي تقتنها أغلبية كردية والآن إلى عنوين بعض الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم مع زميلة بيسان طراف صباح الخير بيسان صباح الخير أولا صباح الخير من جديد مشاهدين نبدأ عنوين الصحف العربية لهذا اليوم مع صحيفة الوطن السورية الجيش يبدأ عملية برية بريف القنيطرة والسيطرة على تل الحارة مسألة وقت كثف استهدافه للمسلحين بالغطط الشرقية وقضى على إرهابيين من النصرة بريف حمص دماشق تصريحات واشنطن وباريس الأخير انتهاق فاضح اللحام يؤكد أن أحلام إسرائيل بخلق سياج أمني من خلال الإرهابيين تبددت نقرأ أيضا في صحيفة الوطن ساعة الصفر اقتربت مع وصول تعزيزات كبيرة خطة طوق حلب اكتملت ننتقل إلى عنوين صحيفة الخليج الإماراتية أسيسي يدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الوطني حداد في مصر على ضحايا جريمة ذبح داعش للرهائن الأقباط وزاري عربي طارئ ودعوات يمنية لنقل العاصمة إلى عدن الحوثيون يستبقون عقوبات محتملة بقرارات عسكرية إلى عنوين صحيفة الوطن العمانية اليمن مجلس الأمن يتجه العقوبات والحوثيون يعلنون رفض التهديدات الحراق يختطف 12 جنديا بالجنوب نقرأ أيضا في صحيفة الوطن إيران متفائلة باتفاق نهائي على النووي وفيها أيضا في حضور مبعوث الربعية الاحتلال يفتح النار في غزة إلى عنوين صحيفة الأنباء الكويتية الأمير وخادم الحرمين يؤكدان دعم مسيرة التعاون الخليجي البحرين تدعم الأردن بقوات عسكرية وأنباء عن الإعلان عن تشكيل قوات عربية موحدة لمواجهة التنظيمات الإرهابية في قمة القاهرة في مارس المقبل داعش يعدم 21 قبطيا مصريا في ليبيا ذبحا إلى عنوين صحيفة السفير اللبنانية قطع رؤوس 21 قبطيا والسيسي يتوعد بالرد جرائم داعش تطال مصر من ليبيا وننتقل إلى عنوان ثاني خلافات تطيح أميرة داعش في القلمون إلى عنوان بارز في صحيفة الأهرام المصرية داعش يرتكب عملا بربريا باسم الإسلام بثوا فيديو لقتل 21 مصريا في ليبيا اجتماع عاجل لمجلس الدفاع الوطني والرئيس ينعى شهداء الوطن ويعلن الحدادة سبعة أيام ونصل إلى عنوين صحيفة البيان العراقية العباد يبحث مع وفد إقليم كردستان الاتفاق النفطي ونقرأ فيها أيضا عملية عسكرية على ناحية البغداد من ثلاثة محاور تشكيل فرقة تضم عشرة ألاف في مقاتل من أبناء عشائر الأنبار وتسليحها مشاهدين قبل الختام ننتقل إلى مرسلنا في القاهرة للتعليق على هذا الخبر العاجل ولمزيد من التفاصيل أيضا حول الموضوع واستهداف طائرات مصرية لمقرات لداعش في ليبيا ينضم إلينا من القاهرة محمد سليمان سباح الخير محمد تفضل بالفعل منذ دقائق والمصادر مؤكدة للمياجين أكدوا بأن طائرات تباعة للجيش المصري قامت بعملية على مقرات لجمعات مسلحة تنتمي لداعش في ليبيا هذه العملية لم يعلن عنها وكانت لكن المجلس الوطن الدفاع المنعقد بشكل دائم بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي ربما اتخذ هذه الخطوة بشكل معاجل للرد على مقتل 21 مصرية الذين لقوا حدثان على يد تنظيم داعش في ليبيا محمد سليمان مراسل الميادين كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة شكرا جزيلا لك